أهلا بكم والبداية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة زيارة تؤكد عمق أواصر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي وإلى تفاصيل النشرة حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وصرح متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي والشيخ محمد بن زيد آل نهيان عقدا مباحثات ثنائية حيث أعرب الشيخ محمد بن زيد آل نهيان عن ترحيبه بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الإمارات وأكد الشيخ محمد بن زيد على اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات ومشيرا إلى التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ارتكازا على ثقة لدور مصر ومحوريته على الساحة الإقليمية كما ثمن ولي عهد أبوظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسي والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال مؤكدا متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية خاصة من خلال تكثيف وطيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي كما أكد أيضا الرئيس السيسي أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما لأواصر التعاون الثنائي مجددا تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين كما أكد الرئيس السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة كما تم خلال اللقاء أيضا تبحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مصارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا اشتركوا في القناة